ضربات بصواريخ متعددة استهدفت مواقع للقوات الأمريكية في سوريا وأتت بعد ساعات من ضربها لميليشيات موالية لإيران في العراق حيث سقطت قضائف متفعية عدة في حقل العمر النفطي ومساكن الحقل بريفيدر الزور الشرقي الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية لها أما الخسائر والأضرار فاقتصرت على الماديات واحتراق السيارات بحسب التحالف الدولي لمحاربة داعش دون أي إصابات بشرية وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الميليشيات الإيرانية غربي الفرات استهدفت القاعدة الأمريكية من مواقعها في ريفيدر الزور من جهته رد طيران التحالف الدولي باستهداف مقرات لميليشيات إيرانية في الميادين في دير الزور بالمدفعية الثقيلة وفق علام محلي انسحبت الميليشيات الإيرانية من منطقة المزارع جنوبي الميادين بعد القصف نحو الأحياء السكنية فيما أكدت وسائل علام أخرى أن طائرات مسيرة استهدفت مواقع للحرس الثوري في المنطقة وكان البنتاجون في وقت سابق تبنى هجوما على مواقع ميليشيات الحجد على الحدود العراقية السورية ما أوقع ما لا يقل عن أربعة قتلة في مدينة القائم غربي الأنبار وبحسب المعلومات المتوفرة فإن القصف استهدف مواقع لميليشي حزب الله العراقي وكتائب سيد الشهداء وقوات حيدريون وعلى إثره أعلنت الفصائل أن فير العام ضد القواعد الأمريكية وصفة نيها بالحرب المفتوحة للانتقام علما بأن القصف الأمريكي للميليشيات على الحدود كان رد فعل على هجوم سابق بأربع طائرات مسيرة مفخخة استهدفت أربيل على مقربة من المبنى الجديد للقنصلية الأمريكية هذا وأكد المتحدث باسم البنتاجون للحدث أكد أن واشنطن تحتفظ بحق الرد على أي هجوم يستهدف الأمريكيين في المنطقة داعيا إلى سعي أو عدم السعي لأي نزاع مع إيران